الإبراج اليوميه الثلاثين من نوفمبر تشرين الثاني الفين وثلاث وعشرين سيكون من الجيد يوم الخميس التركيز على تطوير حبك وحياتك العائلية خلال هذا اليوم، سوف تميل إلى قضاء المزيد من الوقت مع أحباؤك يمكن أن تكون الإيصالات النقدية الصغيرة في منزلك أو غيرها من الأخبار السارة مناسبة لعشاء خاص سيكون لديك اليوم يوما مناسبا للعمل على نمك الروحي والتواصل مع الوسطى والتفكير في معنى أحلامك الليلة الماضية يجب أن تكون حياتك العاطفية هادئة وسلمية اليوم أعمل على ذلك، خاصة إذا كنت متزوج بالفعل يحمل اليوم تجربة أو أخبار تتعلق بشخص من دائرة أقاربك فسوف ترغب يوم الخميس في إنهاء التزامات أو علاقات مهمة لكن هذا بالتأكيد لن يحدث دون تغلب على خلاف قد يجعل الوضع أسوأ اليوم، لا تخف من قبول مساعدة أو نصيحة الآخرين بغض النظر عن أعمارهم يوم الخميس، تجنب الالتزام بالأشياء المهمة في منزلك مثل الإصلاحات أو التغييرات المنزلية الأخرى من الممكن حدوث صراعات مع حبك أو شريكك الحميم فأمامك يوم صعب لذا تسلح بصبر في البداية فأمامك يوم رائع خاصة إذا كنت قد رسمت خطك مسبقا والتي ستسعى إلى تحقيقها اليوم فأنت اليوم على وشك اتخاذ بعض الخطوات المهمة في عملك أو حياتك الشخصية فسيكون يوم الخميس يوما مليئة بالأحداث المهمة لكنها لن تكون واضحة جدا وبالتأكيد لن يتعدل أحد لمشاركتها قبل نهايتها أو تطورها النهائي اليوم يجب تجربة كل شيء بصبر والعمل دون التحدث كثيرا سيكون غذاء التفكير عبارة عن مستند أو مال وقرار يتعين عليك اتخذه في هذه الخطة اليوم سيواجه الكثيرون موقفا مرهقة وخوفا سيمر بسرعة في الحب سيكون لديك وقت مناسب للاجتماعات والتجمعات فأستغل هذا اليوم لترتيبي أو تنظيمي أو تحقيقي بعض الشأونك المالية فقد تذهب اليوم في رحلة وتستعد لرحلة ستدركها خلال حاطلات نهاية الأسبوع وتتوقع ضيوف من مدينة أو بلد آخر ولديك عموما مجموعة متنوعة من الاتصالات مع أشخاص من بعيدا سيكون من الصعب عليك اليوم التحكم في انفعالاتك والحفاظ على معنوياتك مرتفعة التشاؤم سوف يتبعك فسوف ترغب يوم الخميس في أنهاء مهامك الأكثر أهمية لهذا الأسبوع وتجهيز نفسك لقضاء عطلة نهاية أسبوع ممتعة عمل شاق ويكاد يكون مستحيلا بالنسبة للبعض منكم قبل كل شيء يجب أن تعلم اليوم أنك سوف تعتمد بشكل كبير على الحالة المزاجية للأشخاص من حولك عاطفية إذا تمكنت من حماية نفسك من هذا التأثير الخارجي فستتمكن من تحقيق مهامك الأساسية لهذا اليوم دون مشكلة فمن المحتمل أن تواجه صعوبات يوم الخميس في حل مشكلة منزلية أو سكنية أو مشكلة أصلاح سيارة وما إلى ذلك وستتابع الأخبار المتعلقة بأحداث مختلفة في عائلة الصدقاءك فأمامك يوم رائع لأولئك الذين يرغبون في التقدم لخطب شريكك سيكون هذا يوما قد تفاجأ فيه الأموال غير المتوقعة البعض منكم أخيرا تذكر أن هذا هو اليوم الذي ستحدد فيه العواطف اتجاه الأحداث وإذا قررت اليوم الدخول في مواجهة مع أشخاص فضين عق حينه مستبدين فسوف تواجه معركة خاسرة سابقا اليوم ليس الوقت المناسب للبعد عن الحقيقة بشأن بعض الأكاذيب أو التلاعبات أو المكأد فسوف تكون اليوم تحت تأثير ذبغبات وانفعالات قوية للغاية ستجعلك تخرج عن راحتك ولو للحظة هذا يوم لإعادة ترتيب خطك وأهدافك هو الأهم من ذلك كله وعلاقاتك سوف تنشأ العديد من المهم أو الخبرات حول الأطفال أو الشباب الأجراءات الحكيمة التي تدخذها نساسة حميل أسرة وأي نوع من العلاقات من مشاكله أو تعقيدات أكبر فقد تزدهر حياتك العاطفية اليوم أو تموت إلى الأبد يوم القرارات المهمة والتغيرات بالعقل ويوم الخسائر الناجمة يعني التسرع والغضرسة والعنات فاليوم سيحصل الجميع على ما سعى من أجله أو ما تسبب به من خلال أفعالهم وقرارتهم فإن الخطط المتعلقة برحلة تتعلق بهدف معين سوف تتطور بشكل جيد طالما أنك لا تسبب أي حوادث بسلوكك ترجمة نانسي قنقر